الساعة 12 ومصر ليلا عن حادثة الفجار غاز داخل عمارة سكنية فوجهت إسعافتنا مباشرة إلى الحي عضية المتواجد بعمبيضاء بلدية دائرة سينيا عند وصولنا إلى عين المكان لحلنا هناك الفجار في الطابق الثامن عمارة سكنية متكونة من 9 طوابق تدخلت إسعافتنا في عين المكان بإطفاء الحارق وهذا عن طريق القناة الجافة المتواجدة على مستوى قفص الأدرش وكذلك عن طريق السلام الميكانيكي فيما يخص الخصائر البشرية كان عنا هنا ضحية العمر تاعها حوالي 40 سنة من الحروق من الدرجة الأولى وتم إخلاء جميع سكان العمارة السكنية وهذا لتفادي الإنهية إلى حين حضور جماعة سي تي سي ونشوفوا العمارة السكنية فيما يخص إسعافات المتدخرة في عين المكان عنا وحدة عمبيضاء وحدة سينيا وحدة رئيسية وحدة شوبة محمد عنا ثلاث شاحينة أول نجدة السلل الميكانيكي وأربعة سيارة إسعاف سيارتين إسعاف بلتان أببيتين العمارة تم تحتض قيادة مودي الحماية المباويلة مهار العاقيد سويكي محمد لذي كان في عين الحضور وتدخلنا بسرعة وفيما يخص الخسائر المادية هي تحطم شبه كلي للغرفة للشقة المتواجدة في الطابق التامي وعنا بعض الخسائر على مستوى ثلاث الغرف المتواجدين بجانب الشقة السكنية وفيما يخص عنا كذلك خسائر مادية متمثلة في السيارات المتواجدة هنا في عين المكان وهذا نتيجة سقوط بعض الحجارة من طابق التامي والحمد لله لما عندناش وفا